اهلا بكم متابعا في السيفير جعني لكم في لقاء جديد بلقاءنا اليوم نتناولوا في موضوع اللي هو حديث الساعة اللي هو التأمين أو الحماية التأمين للحماية الاجتماعية وباش ننقشوا هذا الموضوع غير معنا اليوم حسن حسني بصيفته خبير في التأمين اهلا بك يا حسن اهلا من اختي ماء وشكرا على استباعها سيحسن بلادنا خطوة ايجابية في مجال التأمين على الصحة بتأميمها او تأميم التغطية الصحية على المواطنين فبنسبة لك وشك تشوف ان الانكانيات ديال البلاد ديالنا قادرة انها تنجح هاد الخطوة هاد واهلا كان بغي نشيد بواحد المسألة هما هي انه جلالة الملك بفضل التعليمات السامية ديالو فالمغرب اليوم كافة المواطنين يمكن لهم يستفيدون من التغطية الصحية اه واحد القدر كبير من المغربة غي يستفيدون من المجان بنسبة للناس اللي كانوا عندهم لوس لغميد اللي كانوا عندهم صندوق ديالراميد واحد نسبة كبيرة منهم قادرة تستفيد مجانا وكانوا نسبة اللي غادي الموصنافة اللي غادي سأدي واحد احد التامن معيان اللي حساب الدخل ديال كلها الشريحة اللي حساب التصنيف اللي غادي خرج اه 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 اوك ممكن اللي نقوله إلا انه هادي يعني واحد يا تفران وعي اه واحد دخطوة كبيرة اللي اخطعها للمغرب الامام والدول كبيرة في العالم لا يوجد شمولية تأمين الحماية الاجتماعية ما لدينا الإمكانيات؟ طبعاً لدينا الإمكانيات لأن كما تعرفين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهو لذلك الوكالة يديره متشرين في كامل أقالي من المملكة وعنده تجربة كافية لكي يقوم بالدور على أكمل وجه وطبعاً لدينا أيضاً شركات التأمين التي يمكنها تدير راقود تكملية لإمكانيات لدينا الإمكانيات لدينا الإمكانيات المادية وما لدينا هذه القدرة بأننا نعمل التغذية الصحية؟ الإمكانيات المادية بالنسبة للتأمين على الصحة في صحيحات التأمين على الصحة ويوضع الناس الذين يقومون بالنسبة للأمين يجب أن يديره تماماً ويجب أن يكونوا من المشكلة من لدينا الإشكال فتقدر عرفك تعرفنا على المستجدات للتعطية الصحية في مغرب حاليا؟ وهو بالنسبة للمستجدات فهي في حقيقة ماشي مستجدات هو كان واحد من مشروع قانون اللي كان يعني ساعة 2020 واللي كان كهدف للرفع من ثقف التعويض ومسبة التعويض بالنسبة للتعويض الصحي الإجباري مالو غزمان مع البانديمية اللي كوفيد ديزنا فهذا المشروع قانون فهو يعني ما كناش قدرنا نديره في 2020 فاليوم الحمد لله في 2023 فتنظن بأنه في شهر قليل مقبله فأنه سيكون سريع مفعل إن شاء الله وبالنسبة الوكالات دي التأمين رجعوا الوكالة تأمين ومصفتك خبير دي التأمين ومستشار في تأمين فالوكالة دي التأمين كان عنده معروض كي قد معروض للناس فيما يخذ التغطية الصحية فمن جاء التغطية الصحية وحماية اجتماعية أو لا تم تأميم الحماية اجتماعية مين سيكون دور دي الوكالة تأمين وهي بوكالة تأمين أو عن طريق شركة تأمين فهي دائماً عندها يعني عروض لها تكميلية تكميلية أو تأمين تكميلي بالنسبة للتأمين الصحي دي الصندوق الوطني الضمان اجتماعي فهو يعني عود للمراجعة دي الصقف التأويد وعود للمراجعة دي الصقف التأويد أو بالنسبة للصقف التأويد نعطيك مثال بالنسبة للطب العام فكانت تعريفة الوطنية المرجعية ومصطلح اللي بلوتياناغ فهو كان بالنسبة للطب العام كانت ثمانين درهم يلي كيتبها زواء العام وكيعطوك سبعين في المائة دي لثمانين درهم فاليوم هاد ثمانين درهم ولات مئة وخمسين درهم وهديك سبعين في المائة ولات ثمانين في المائة يعني هادشي كله كيصب في المصلحة دي المواطنة اللي غاديوليو يعني تعودوه بحد الكيفية اللي هي احسن وحتى بالنسبة للطب المتخصيص فكانت كما قلنا تعريفة هي مئة وخمسين درهم واليوم قد تدوز مئة وخمسين درهم وطبيعا الحال بالنسبة للتعويد قد تدوز من سبعين لثمانين اوتوماتيكم وهذا غير مثال يعني هاد المراجعة اللي بدارت عن طريق الوزارة الوصية واللي غادي تدخل حيز تطبيقها ان شاء الله في هاد الشهر او الايام او شهر مقبلة فهي بطبيعة الحال تمكن من ان الناس يكون عندهم واحد لونيبو ديال التغطية اللي هو مزين بزاف دوتيلا التأمين التكميلي قدر ربنا كثير من هذا تأمين تكميلي هو فاش يكون عندك انت ديجة واحد الاصيرانس ماهلاسكي تكون ديجة عندك واحد تغطيه صحيحية مع صندوق الوطني مضمان الاجتماعي وكيبلك بأن هذه التغطية الصحية يعني ما كافياش ما كافياش يعني كتكون مثلا انت اياد شي اللي خلصتي عند البيابو اللي 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 لاكلي الشي اللي الغريق بانه راقة يمكنك تلتاج إلى شركة تأمين لك تأمين تكميلي لكي يمكنك أن تقرب ما يمكن من السواعير بالنسبة للتغطية التكملية، ستكون أكثر الناس الذين لديهم أمراض مزمينة أو الأمراض التي لا يتعود على تقويد عليها بشكل كامل مثل الأمراض الخطيرة مثل السرطانات بالنسبة للأمراض المزمينة والسرطانات في الصندوق الوطني الدمان الاجتماعي كان دائماً يعطي أعطي 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 تأمين تكميلي كان يأتي بشكل كامل دائماً في إطار نفس المنطقة التي يتكلم معي وأخيراً، نريد أن تعرفوا كيف كان أنواع أخرى للتغطية أو التأمين الصحي أنواع أخرى للتغطية الصحية في كينة كين تأمين اللي كتديره مباشرةً عند شركة تأمين واللي شركة تأمين كتأخذ لك الدوصي ديالك أو الملف ديالك يعني بدون ما تلتجأ للصندوق الوطني الدمان الشيمي يعني فكيكون عندك عماعة علاقة مباشرة ونقولوا اللي دوصي اللي كتدفع فكيتخلص ديالك تماماً عند شركة تأمينك شكراً جزاً بسيح حسان على هاتم نكمل هائل المعلومات التي أتيتها والثلاثة ديالك في الشرح للمواطنين وكان هذا هو لقاءنا مشاهدينا على أمل أن نطلق لكم في لقاء جديد موضع جديد ومعضي جديد إن شاء الله بسلام عليكم